نبدو اللقاء بكم عزيزي مشاهدي قناة النهار عراق الفضائية وأهلاً وسهلاً بكم وهي الحجاية اللي تقفتك حجايتنا اليوم عن الميزانية العراقية وميزانية العراق وحالات التقشف وليد الصيد نلاحظ أن المواطن من ديراجع في دوائر الدولة كثير من دوائر الدولة تستقطع من عنده الجو ما أدري ما الشنو ها ضحايا سبايكار ها مدري شنو ها مدري شنو حتى جدت فيه قوائم الكهرباء قسم من القوائم جدتي ما أعرف ما الشنو بالضبط هاي الفلوس ما شنو ما أعرف على ذكر هاي الشغلة مع الفلوس والهادي أستذكر المستشارين المستشارين المعينين وخص بالذكر منهم مستشارين في رئاسة الجمهورية والمستشارين في رئاسة مجلس النواب والمستشارين في رئاسة مجلس الوزارة هذول المستشارين اخوان لو تلاحظون واللي دا يتعينون المستشارين كله تمكنه اعضاء مجلس النواب السابقين يأخذون تقاعد من مجلس النواب السابق من الخدمة الجهادية تقاعدهم ما لا يقل عن عشرة مليون ويجي يتعين بعقد مستشار مستشار ومثل ما نشوف انه فيه يم السيد رئيس الجمهورية اكو اربعة وخمسة او ستة من المستشارين بعقود العقود مالاتهم توصل لتلتعاش مليون وهو تقاعد عشرة مليون تلاتة وعشرين مليون ما اعرف وهذا تعويضي طبعا المستشارين هنا يعني ما لهم علاقة باختصاصهم على سبيل المثال للفرب يعني استاذ خايد شوان هو محامي وقانوني خال لي مستشار اعلامي ما ليش اعلامي ما اعرف مستشار اعلامي في ديوان رئاسة الجمهورية المستشار الاعلامي هو خريج كلية القانون يعني ما اعرف الربط ما بين الاعلام والقانون شنو ما اعطل على العمر ونشوف انه اكو مستشارين سبعة او ستة او سبعة ليه سيد رئيس الجمهورية كذلك الى السادة نواب رئيس الجمهورية ايضا دول المستشارين هم نواب سابقين ما فازوا بالانتخابات ما فازوا بالدورة الحالية جابوهم مستشارين مستشارين اضافة الى تقاعدهم يعني ياخدون تقاعد عشرة مليون اعتقد تقاعدهم واضيفة تلتعاش مليون هذا راتب كمستشار هذا المستشارات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة